موسيقى مشاهدين الكرام في كل مكان في العالم سلام المسيحي ملا قلوبكم نحن معكم في حلقة جديدة ومسجلة من برنامج الدليل اليهود لم يكتفوا بطرح أسئلة تكشف حقيقة محمد وإلهه لكن وضعوا لمحمد فخاخ عديدة أسقطوه من خلالها السقوط ده كان بيخلي اليهود يسخروا من محمد وإلهه ونبوته وتعاليمه واليهود مش لوحدهم بيسخروا من الخرافات لكن هم زيهم مثلا وزي أهل السنة اللي بيسخروا من الشيعة وبيعتبروهم أصحاب دين تاني مش هو الإسلام بسبب كتر الخرافات اللي عندهم وده نفس موقف الشيعة من أهل السنة لكن كبرياء محمد لاحتمل رفض اليهود لي ولا نسى سخريتهم منه فانتقم منهم أبشع انتقام وأنا هنا عندي سؤال هل النبي ميرزا غلام أحمد كان أرحم برافضيه والساخرين منه من محمد اللي قال إنه أرسل رحمة للعالمين مجرد سؤال خلينا نشوف مع بعض عنوان حلقتنا النهاردة فخ اليهود يصطاد إله القرآن في هوية إبراهيم وأولاده الدينية بنرحب بوحيد ونبدأ نشوف موضوعنا أهلا بك يا وحيد أهلا فدوى وأهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان رب يبارك حياة الجميع خلينا نشوف عنوان الحلقة فخ اليهود يصطاد إله القرآن في هوية إبراهيم وأولاده الدينية يعني الكلام يعني ببساطة كالعادة اليهود ألقوا طبعا هذا امتداد للحلقة السابقة الناس المتابعين معنا الحلقة السابقة ألقوا بعض الأكاذيب أمام رسول الإسلام في اختباراتهم المتعددة وعلى الفور إله الإسلام بدل ما يقول لهم أنتم كذبة هذا الكلام لا وجود له في توراتكم ولا في دينكم نعم نزل أو ادعى أنه أتى وحي مصدق لهذه الأكاذيب يتناسب مع هذه الأكاذيب لا يعالجها وده اللي هو امتداد للحلقة السابقة وده اللي هنكمل بنامة الرب النهاردة طيب النهاردة إيه اللي هنأخذه يعني إيه هوية إبراهيم الدينية خلينا نفهم يعني ببساطة إبراهيم أشهر كتاب تكلم عن إبراهيم هو الوحي المقدس في التوراة كتاب المقدس نعم الكتاب الأول الذي تناول حياة إبراهيم الكتاب الأول الذي قدمه دعوة الله لإبراهيم من بدايته لحد نهايته فبالتالي إن أردت أن تعرف من هو إبراهيم عليك أن تذهب للكتاب المقدس لا إلى كتاب آخر لو رحت للتوراة للقرآن النهاردة ستجد كلمات متناسرة هنا وهناك عن إبراهيم لم لمية من صور كثيرة لتقدم لك في النهاية صورة مشوهة عن إبراهيم وليست كل شيء نعم مجرد مواقف معينة فلو رجعنا إلى التوراة إبراهيم مثلا ما هو الدين إبراهيم؟ عنده اسم لا لا يوجد له اسم رجال الله الذين كانوا يعرفون الله ولهم علاقة بالإله حتى إحنا كمسيحيين شرف وامتياز وفخر أن اسمنا يأتي من المسيح أي أننا ندبع المسيح صحيح والمسيح في عقيدتنا هو الله المتجسد نعم حتى تعبير اليهودية هو تعبير عرقي وليس ديني حتى كلمة اليهودية هي تعبير عن عرق من البشر دول يهود نعم ونشوف ذا إيه هو فحينما يأتي القرآن ليتكلم عن طائفة إبراهيم لو افترضنا أن نسميها ما زهب إبراهيم اسم الدينه إيه؟ يبقى هذا صفر لا يعرف أي شيء لأن أي يهود وأي مسيحي يعني معرفة سطحية يهود معرفة سطحية بكتابه ومسيحي معرفة سطحية جدا بكتابه إبراهيم ليس لعلاقة بالله اسم يعني ما تقدر تسميها الإبراهيمية نعم مش عارفة أنا أسميها ما بس هي ليها اسم الحنيفية ده عند المسلمين اخترعوا لها اسم والحنيفية أصلا في الآرامية لها معنى يعني مخالف تماما سنأتي له في حلقة بنعمة الربيع أكيد لأن كلمة حنيفي حنفة حنفة ده كلمة آرامية أصلا مش موضوعنا النهاردة مش حتكلم فيها فبالتالي حينما يأتي إله القرآن ليتكلم فيه هوية إبراهيم الدينية وهوية أولاد إبراهيم الدينية اللي هي إسحاق يعقوب الأصباط يبقى أنت إذا ما عرف شيء بيلقوا أمامك الكلام وعلى الفور تأتي بكلام مصادق للأكاذين لو رجل يعرف التوراة على الفور كان حسم القضية تماما نعم وإحنا الحلقة الفاتتة علشان نكون في مواصلة مع الأحباد اللي بيشاهدونا في الحلقة السابقة قدمنا تعريف عن اليهود لا يقبلون شخص بسهولة يتكلم عن الله إلا ويقدم له الاختبارات والأسئلة وقدمنا آيات هكذا فعلوا مع المسيح له كل المجد صحيح وبالتالي كان سهل جدا أن هم يعني يختبروا محمد رسول الإسلام ويكتشفوا ويعرفوا أنه مجرد شخص مدعي للنبوة يعني نحن النهاردة نسمع شيء غير الحنيفية طبعا طبعا موضوع مختلف عن الحنيفية طيب فهذا هو العنوان فخ اليهود الفخاخ اللي هما نصبوه يصطاد إله القرآن في قضيتنا اللي هنتكلم عنه النهاردة في هوية إبراهيم وأولاده الدينية الهوية الدينية دول مسيحيين ولا يهود ولا إديانتهم فدي في السلسلة بتاعتنا بتاعت اختبار اختبارات اليهود تسقط إلى القرآن حاخذ هذا العنوان أولا إبراهيم هو أولاده من حيث الديانة فهم ليسوا يهودا ولا مسيحيين من حيث المعتقد اللي احنا بنسميه معتقدنا احنا بيسمى المسيحية نعم معتقد المسلمين يسمى الإسلام نعم معتقد اليهود يسمى بن قوسين اليهودية هو طبعا برضو تسميه مش دقيقة لكنهم امتداد لإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى هم هذا الامتداد لكن سموا باليهودية ده نعرفه بعد شوية لي لقبوا ليه اليهود باليهود طيب فهنا تحديدا إبراهيم وأولاده اللي هم إسحاق إبراهيم يعقوب الأصباط دول ما عندهم تسمية لمعتقدهم دول الآباء الذين كانوا يعرفون الله نعم فيأتي في سورة البقرة وهي أول سورة تلاحم مع اليهود في يسرب في المدينة لأن البقرة أول السور التي كتبت في المدينة نعم يأتي في سورة البقرة 140 يقول أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَصْبَاتَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَةً رُدْ عَلَيْهُمْ يَا مَحَمَّدْ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنْ اللَّهِ وَمَنْ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَمْ تَقُولُونَ مِنْ دُولٍ؟ المفروض دول اليهود يعني تقولون أو المسيحين حسب كلامه هنا تقولون أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط دول يهود ولا نصارى طيب أنا عايز أشوف يهودي واحد ده إيمانه دي أكاذيب ترحاق قدامك انت مفروض فاهم تتحداهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين هاتوا توراتكم ويرون النص الذي قال فيه إلهكم في التوراة أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق كان يهودي أو أنتوا يا مسيحين هاتوا إنجيلكم لنقرأ أنهم كانوا مسيحيين دي يكون مسيحي معتوه يعني يعني مسيحي معتوه أنه يأتي ويقول لا إبراهيم وإسماعيل زي ما يقول القرآن وإسحاق ويعقوب الأصباط دول مسيحيين لأنه كلمة مسيحي يجب أن تتطابق مع إيمان محدد إيمان معروف وهذا التعبير أصلا لم يخلع على بشر إلا على الذين آمنوا أن المسيح هو الله المتجسد آمنوا أنه الإله والفادي والمخلص والرب والسيد إلى آخره فكيف بمنطق رسول الإسلام يلقوا أمامه هذه الأجزوبة على قول هو يتفاعل معها وينزل لي قرآن إسماعيل وإبراهيم وإسعاق والأصباط ما كانوا يهود ولا كانوا نصار ده معناها إيه ده من الناحية الكتابية يعني من ناحية الكتابية كان يقولهم هاتوا التوراة يعني هو إذن في التوراة لا يفهم شيء لأنه لو فهم في التوراة كان يقول على الفور لا يوجد في توراتكم يا يهود لا يوجد في إنجيلكم يا مسيحيين أن إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب الأصباط لا كانوا يهود ولا كانوا نصارى ده من الناحية الكتابية هو صفر رسول الإسلام وإلهه من الناحية التاريخية هو صفرين ليه بقى لأن لقب يهود هو أساسا نسبة إلى هذا الصبط الكبير يهوزا صبط يهوزا هو الصبط الذي حكم دولة إسرائيل الجنوبية لفترة كبيرة من الزمن هو الصبط الذي منه داود الذي منه سليمان الذي منه الملوك المشهورين والمعروفين في إسرائيل والذين أسسوا لدولة إسرائيل في تاريخ كان فيه الملوك لهم وزن ولهم قيمة وكانت هناك مملكة داود ومملكة سليمان طيب فهذا الصبط يهوزا هو اللي بعد كده جاءت منه تسمية آل يهود وده ليه ممكن تلاقي شخص من قبل أو مثلا إنسان يطلق عليها كلمة يهودية كاسم لكننا أتكلم كأمة كأمة في الكتاب المقدس هذا اللقب رافق يهود السبي خاصة أطلق عليهم تحديدا وبصورة بصورة رسمية وسابتة حتى وإن أطلق قبل ذلك من لاقيه في أسفار الملوك في نهايات هذه الفترة لكن رسميا أصبح اسمهم يهود بعد الرجوع من السبي ذلك لأن الذين عادوا من السبي كان أغلبهم من صبت يهوزة كان معهم من صبت بن يمين لكن أغلبهم كانوا من صبت يهوزة ورجعوا إلى أماكنهم في اليهودية التي سميت فيما بعد باليهودية نسبة إلى صبت يهوزة الذي رجع يهوزة يهود نعم نفس الكلمة ومن هنا أطلق فيما بعد هذا اللقب على كل اليهود العائدين من السبي ذلك لأن الدولة الشمالية سبيت قبل الجنوبية بحوالي مئة سنة فلم يصبح في دولة إسرائيل خلال مئة سنة إلا صبت واحد هو يهوزة يهوزة يهود الملوك متأثرا بهذه التسمية أيضا يهود أو يهوزة ولما رجعوا من السبي كان هذا الاسم مرتبط بهم فعيب على واحد بيدعي أنه نبي يأتي ليتكلم عن إبراهيم أنه يهودي ده أنت بذا ما فهم تاريخ حتى ولا عارف اللقب دج من فين نعم فإذا ساقط في الكتاب المقدس وساقط أيضا في التاريخ لأنه يجهل هذه التسمية تماما تسمية التي خلعت على كل من رجع من السبي فيما بعد في عصر المسيح أصبحت المنطقة الجنوبية من إسرائيل تسمى اليهودية ليه؟ عشان فيها هذا الصبت نعم يهوزة ثم السامرة والجليل في الوسط السامرة والشمال الجميل هم اليهود الذين عادوا والذين وجدوا أن هناك أمم ما زالت موجودة في هذه المنطقة طيب فغريب أنه إحنا نجد إله بيتفاعل مع الأكاذيب وبينزل على قرآن وهو المفروض يفحمهم يهود جبتوا من فين دانتوا اسمكم يهود أول مبارح جاء أن تتكلموا عن إبراهيم أنه كان يهودي نعم طب طلعوا لي من التورا أن يهود إبراهيم أطلق عليه يهودي ما فهمين ده حتى يعقوب أبد الأصباط لم يطلق على يهودي كان لسه هذا الاسم كأمة لم يأخذ وضعه رسميا إلا بعد الرجوع من السبي كانت هناك بعض الألقاب قبل السبي لأنه أصبح زي ما ذكرت السبط الوحيد الموجود في كل دولة إسرائيل ساعتها لكان في إبراهيم خالص ولا إسحاق ولا يعقوب طبعا ويمكن حتى يعني رؤوس الأصباط ممكن ما يكونوش موجودين تماما لا ما فيش تتكلم عن إبراهيم ألفين سنة قبل الميلاد قبل ميلاد المسيح نعم ثم يأتي بعد ستمائة سنة شخص مدعي النبوة نعم يتكلم عن إبراهيم كان مسيحي هزا إبراهيم اللي سبق المسيح بألفين سنة يكون مسيحي نعم أي عاقل يعقل هذا الكلام الشيء الغريب في الأمر أنه ده عند المسلمين مش عندنا إحنا أنه عيسى كان مسلم يعني ما ينتقده محمد نعم يسقط علينا وهو فيه هو نعم هذا الداء وهذا البلاء هو في الإسلام ليس لا في اليهودية ولا في المسيحية أنا حناقشك بمنطقك وبالمناسبة هذا المنطق سأتي به من مفسر كبير في الإسلام اسمه الفخر الرازي فخلينا نبدأ به ولو ما عندك أي مداخلة طيب خلينا نبدأ وبعدين نشوف طيب خلينا نبدأ فخر الرازي يقول أن التورا والإنجيل أنزل بعدهم يعني ده أول قاعدة بيحطها أنه التورا والإنجيل جاد بعد إبراهيم وبعد إسحاق وإسماعيل والأصباد بعد الإنجيل كمان يعني كويس نعم التورا والإنجيل أنزل بعدهم بعد الناس دول نعم التورا والإنجيل بعد إبراهيم وإسحاق ويعقوب الناس دول ده بحط قاعدة نعم أنهم ادعوا ذلك من غير برهان فوبخهم الله تعالى في نفوسهم أنهم يعلمون أنهم كانوا كازدين فيما يقولون ممتاز جدا أنك أنت تقول أنه الناس كذابين لماذا تحب حتى منطقية أنه دول جاء بعدكم الإنجيل والتوراة فإزاي ينتسبوا إلى التوراة يهودي حتى كلمة يهودي هو معرفة جات من فين أما قوله تعالى قل أأنتم أعلم أم الله فمعناه أن الله أعلم وخبره أصدق وقد أخبر في التوراة والإنجيل وفي القرآن على لسان محمد أنهم كانوا مسلمين في التوراة كانوا مسلمين هو كلامه خلاص وأين في الإنجيل كانوا مسلمين في القرآن هذا موضوعك أنت على لسان محمد مسلمين هذه هي دي الكارثة هنا طيب القاعدة اللي انت حطيت في الأول أن التوراة والإنجيل أنزلا بعدهم دي ما بتتكسر في القرآن مش القرآن برضو جاء بعدهم دي عقلية المسلم عقلية مشوهة فيها كم تناقض رهيب نعم صحيح ويقبل التناقض بكل سهولة وإرياحية وده عالم صحيح طيب فين أنت بتجي تكلمني أنا وتقول لي لا يا أخي خليك منطقي إبراهيم إيه دي التوراة والإنجيل جاء بعده طيب يا أخي ما تطبق عليك أنت هذا الكلام ولهذا الإله معته إلى هذه الدرجة ولا ما مشكلة حتى لو القرآن جاء بعدهم هم مسلمين هو فيه إسلام كم إسلام عندكم أنتم هل إبراهيم كان مسلم بمنطقة الإسلام الموجود حاليا جهاد وقتال ونكاح وجنة وفيها حوريات ده الإسلام بتاع إبراهيم اخجلوا فهنا الفخر الرازي إذن يكسر القاعدة التي وضعها كان ده في سورة البقرة 87 رقما حسب النزول مش رقما في القرآن رقم 2 نفاجأ بأنه عاد بعد ذلك بسورتين يعني تحديدا في سورة آل عمران ترتيب نزولة 89 دلوقت هو بيقول لليهود والمسيحين اعقلوا اعقلوا دولا حيكونوا يهود ولا مسيحيين لأنه ببساطة التوراة والإنجيل جاء بعدهم خلاص نأتي لآل عمران يا أهل الكتاب لما تحجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون اسمع الكارثة بغا خليك معي يا مسلم صاحي ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما هو ما كان من المشركين كان مسلم حنيف مسلم يعني إبراهيم ما كان يعني هنا حتى القرآن يا أهل الكتاب أنتم ما بتعقلوا مش تخليكم عقلين ليه نكون عقلين عشان التوراة والإنجيل بعد إبراهيم وبعد الناس دول لا 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 دول كانوا مسلمين طب أنت مش عقل يعني ما عندك عقل ولا أنت إله أجوف صمد فراحلش فخر الرازي عمل إيه أترك المحنة وعايز يطلع من الورطة دي اللي ورطها فيهم إله القرآن بأجزوبة أصلا وضعها اليهود أمام محمد لأنه ما في يهودي حيقول كلام كذا أكاذب حطاقه قدامه والرجل يسقط في كل اختبار رجعوا للحلقة السابقة لأنه فيها بداية مهمة جدا عن كيف كانوا يختبرون المسيح مع المفارقة طبعا وليس المقارنة طيب نأتي إلى الرازي هو أكتشف الفكرة الزي أو علاج الزي أعلم أن اليهود كانوا يقولون إن إبراهيم كان على ديننا والنصراء كانوا يقولون كان إبراهيم على ديننا فأبطل الله عليهم ذلك بأن التورا والإنجيل ما أنزل إلا من بعده فكيف يعقل أن يكون يهوديا أو نصرانيا بس يعقل أنه يكون مسلما اللي جاء بعد التورا والإنجيل نكت في الإسلام يأتي بقى عشان يحل المشكلة ما هو عارف أنه فيه مشكلة فإن قيل فهذا أيضا لازم عليكم يا مسلمين لأنكم تقولون إن إبراهيم كان على دين الإسلام والإسلام إنما أنزل بعده بزمن طويل طيب هو إيه؟ لحد ما هنا فيه عقل ما هو عارف أنه فيه ورطة ورطة وعايزينه يحلها بقى هيهوتنا ولا هو هو نعم يكمل فإن قلتم إن المراد أن إبراهيم كان في أصول الدين على المذهب الذي عليه المسلمون الآن يعني لو أنتم يا مسلمين جيتوا قلتوا لا لا مش الإسلام اللي هو الإسلام بتاعنا النهاردة لكن إحنا بنقول في أصول الدين في أصل الدين كان على هذا المذهب في أصل الدين نعم فنقول المسيحين واليهود يردوا فنقول فلما لا يجوز أيضا أن تقول اليهود إن إبراهيم كان يهوديا بمعنى أنه كان على الدين الذي عليه اليهود على أصل الدين وتقول النصارى إن إبراهيم كان نصرانيا بمعنى أنه كان على الدين الذي كان عليه النصارى فكون التوراة والإنجيل نازلين بعد إبراهيم لا ينافي كونه يهوديا أو نصرانيا بهذا التفسير كما أن كون القرآن نازلا بعده لا ينافي كونه مسلما يبقى هو الحد الآن بيجيب الحجة بالحجة على الإسلام الحجة لأنك أنت اللي ادعيت دلوقتي صحيح لا عندنا في التوراة ولا عندنا في الإنجيل واحد عاقل كده جقال إبراهيم ده يا جماعة يهودي ما مش موجودة ولا واحد مسيحي في الإنجيل قال لكن أنت في القرآن قلت صحيح يهاجم به الآخرين والجواب سوف نرى الجواب اسمعوا الجواب لأنه أنا كنت أعتقد وسوف نرى جواب مفحم دعنا نرى الجواب والجواب أن القرآن أخبر أن إبراهيم كان حنيفا مسلما وليس في التوراة والإنجيل أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا فظهر الفرق ظهر الحق طيب أليس هذا عتاه الحمد لله بشهادته لا يوجد لا في التوراة ولا في الإنجيل صحيح أن إبراهيم كان يهودي أو نصرانيا طيب أنت بتناقش اليهود على أي أساس ونزلت قرآنه وبتقوله إبراهيم النصراني ولا يهودي يبقى على أي أساس أنت منزل قرآن على أساس أكاذيب تحطت قدامك لأوا بكل بساطة بقول شايفين الفرق الفرق بسيط يا جماعة ده الحل الحل أن التوراة والإنجيل ما فيهم لكن في القرآن فيه طيب أنت ما حلت المعضلة أنه تجاه نزل بعدهم ده حل المعضلة طيب ما هو كذاب ببساطة لأنه كذاب فيه دول ما فيهمش لأنهم مش كذابين لأنهم واقعيين لأنهم يقولوا الحق المطلق لا يمكن أنه يكتب في التوراة إبراهيم يهودي في العهد القديم لا يمكن أنه يكتب في الإنجيل إبراهيم مسيحي مش ممكن فطبيعي يا فخر الرازي أنه لا يكون لا في التوراة ولا في الإنجيل الغير طبيعي والفاضح جدا أنه يكون في القرآن وتقول ده الفرق شايفين يا جماعة ده الفرق أنه ذكر في القرآن طيب ما شاكذاب ذكر في القرآن أنت ما حلت المعضلة يا أخي اقنعنا كيف كان إبراهيم مسلما طبعا وقيس على ذلك عيسى ونوح وكل ذو المسلم صحيح أي إسلام أنت دلوقتي لما جينا للأصول أنت ذاتك قلت أوكي يمكن يكون إبراهيم في أصل دينه على ملة اليهود وفي أصل دينه على أيمان المسيحين وجل للإسلام ما راق له الأمر ما اكتفى لا أنا هجب لكم الدليل بقى الفيصب أنه هنا مذكور وهنا ليس مذكور هذه خيبة كبيرة جدا لإله القرآن ورسول الإسلام محمد ولعلماء الإسلام ما عندكم حلول ورطاتكم كبيرة إلهكم يسقط إله القرآن في امتحانات بسيطة جدا أكذوبة تلقى أمامه بدل ما يكشف يقول هذا كذب لا بيصادق الأكذوبة بوحي يدعي أنه وحي نفس موضوع الحلقة اللي فاتت بتعلن تمسنا النار إلا أياما معدودة يعني هو كذبهم ورح منزل هو نفسه نفس الفكرة نفس العقيدة صحيح وهو دلوقت هو بيكذبهم وبيأخذ نفس العقيدة حطها لنفسه تماما انت بتكذبنا أنه إبراهيم ما ينفع عشان التوراة بعده والإنجيل بعده ما ينفع يكون لا مسيح ولا نصر ولا يهو بس هو مسلم بس أنت بعدنا نعم بعد التوراة والإنجيل بتجي تقوله أنه مسلم كذب الفرق إيه قالك الفرق هنا زكر عشان كذب بس ببساطة ثم نقول يكمل الفخر الرازي ثم نقول أما أن النصارى ليسوا على ملة إبراهيم فالأمر فيه ظاهر لأن المسيح ما كان موجودا في زمن إبراهيم طيب محمد بيكلم أطفال بيكلم المسلم ما بيشتغل عقله بيخاف فيهم علماء وفيهم ناس أفاضل وفيهم ناس عنديهم عقلية حلوة كويسة في الدين بيخاف ما بشغلها أحسن أنا أكون يعني ضد الله الله إيه الله أداك عقل عشان تشغله حتى لو ضده ما يهمك يحترم هذا العقل هذا الإله طالما أنت بتشغله علشان تفهمه هو ولا تقبل أي شيء لا يتناسب مع هذا الإله العظيم هو بيفرح بيك لأنك أنت مش قابل أي شيء لازم تقبل الشيء المعقول المنطقي الذي يتناسب مع الإله العظيم بطبيعته اللاهوتية غير المشوهة في الإسلام لازم تفهمه كما هو عندنا في الكتاب المقدس فهنا يقول لك ما كان موجود في زمن إبراهيم محمد موجود في زمن إبراهيم طب ما هذه تقاس عليك نعم يعني هو حط مقياس الأول التوراة نزلت بعد الضرب المقياس في الإسلام المقياس الثاني المسيح ما كان موجودا في زمن إبراهيم ده بالقرآن نعم بس المسيح في الكتاب المقدس قال لهم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن صحيح أنا الكائن أنا الموجود بذاتي والمقيم لكل كيان آخر ينسف حجة الإسلام وحجة الرازي وحجة إله القرآن ومحمد ده في الإنجيل يحنى تمانية موجودة يرجعوا له أنا شايف الطفل صغير يعني يفند الكلام صحيح يفند الكلام ده مش محتاج المسيح الفخر الرازي ده عالم ده المفروض بس هجيب من فين هو القرآن مورطه وهو عاوز يساعد إله القرآن طب ما ما ألاقي حجة يمكن نلاقي مسلم النهاردة يطلع بحجة إزاي أنت يا محمد بعده وبتيجي تقول أنه هو مسلم أي إسلام إلا تدونه تعريف آخر عن الإسلام غير الإسلام بتاعكم ده في أصول الدين طب ما في أصول الدين اليهودية في أصول الدين متناسب مع إيمان إبراهيم وإيمان إبراهيم كان إيه الله الخالق الموجود في السماء ووعده أنه نسله يرس أرض الموعد هو امتداد اليهود أصلا امتدادهم هو إبراهيم نعم هو وعوده حتى المسيح هو وعود إبراهيم في نسلكة تبارك جميع أمم الأرض هو المسيح نعم فكل الكتاب المقدس لحمة واحدة وامتداد واحد وخط واحد تجي أنت خارج هذا السرب تغرد لوحدك لوحده نعم فهنا يتكلم فما كان موجودا في زمن إبراهيم لا هو قبل إبراهيم لكن بمنطقك أنت اللي عاوز تقوله طيب هل كان محمد موجود في زمن إبراهيم لا يبقى أنت بتسقط حجتك فما كانت عبادته ومشروعة في زمن إبراهيم عبادة المسيح وعبادة المسيح اللي ودهنا هل بنعبد إيه ألف ألف يا مسلمين في ملة إبراهيم يا ملة إبراهيم إيه لما المسيح اللي هو من نسل إبراهيم مش على ملة إبراهيم يجي محمد اللي لا علاقة له بإبراهيم أصلا يكون هو على ملة إبراهيم ودين إبراهيم يا ناس هذه أكاذيب يعني تكون الأجزوبة الكبيرة اللي اسمها الإسلام خلاص خلص المسيحيين هو كذا الفخر الرازي وطبعا ما عنده أي إجابة زي ما أنت شايف كلام واهي لا يرتقي إلى يعني مفهوم يقدر يقنع طفله صغير صحيح يجي لليهود وأما اليهود ليسوا على ملة إبراهيم طب عرفنا المسيحيين طب اليهود ليس على ملة إبراهيم فذلك لأنه لا شك أنه كان لله سبحانه وتعالى تكاليف على الخلق قبل مجيء موسى عليه السلام فعلشان كذا هما ما على ملة إبراهيم إبراهيم ده كان بيعبد الله بطريقة مختلفة ما لهاش علاقة ببني إسرائيل إبراهيم كان يقدم الزبائح إبراهيم كانت علاقة بالإله علاقة المزبح والزبيحة والكاهن هكذا هي عبادة بني إسرائيل مبنية على المزبح والزبيحة والكاهن ثم امتدادا لهذا جاء المسيح الزبيح والكاهن الذي قدم زبيحة نفسه للعالم كله أنت يا محمد جيت فين مع المنظومة دي فينك أنت فين هو مفهوم الفداء والزبائح وين مفهوم ما فيه لا علاقة لك بهذا الأمر ثم وصلنا لليهود ما عارف يقول إيه بس هم ليسوا على ملة إبراهيم ليه لأنه فيه تكاليف تانية مختلفة طب هو في الإسلام ما فيه تكاليف مختلفة عن تكاليف الله لإبراهيم هل كان بيصلي خمسة مرات في اليوم إبراهيم والذي فرضت في الإسلام يبقى فيه تكاليف مختلف كان بيصوم رمضان إبراهيم ما تتكلموا كان بيصوم رمضان لا ده جديد وكان عنده تكاليف مختلفة يا مسلمين ناقشوا ما تقرأوا افحموا كتابكم وافحموا إلهكم ورسولكم بأنه ما قدمه لكم إلا أكازين لازم تكون عندك هذه الشجاعة ثم يكمل ولا شك أن الموصل لتلك التكاليف إلى الخلق واحد من البشر ولا شك أن ذلك الإنسان كان مؤيدا كان مؤيدا بالمعجزات وإلا لم يجب على الخلق قبل تلك التكاليف منه فأزنا فإذا قد كان قبل مجيء موسى أنبياء وكانت لهم شرائع معينة ده كلام لا يفيد ولا كلام حتى غير مفهوم ولا يعني بدي أي معنى لأي حاجة هو في النهاية عايزة يقولك فيه أنبياء طب مين اختلف أنه فيه أنبياء وهل الأنبياء كانوا مخالفين لإيمان إبراهيم أنت ليه معاوش تقول كلمة إيمان ما هو إيمان إبراهيم هذا الإيمان هو إيمان موسى بس محمد ما عنده علاقة بهذا الإيمان جاء قال لك كل ده أنا ناسخ ثم يقول نبي خلينا أكملك الفكرة دي فإذا جاء موسى فإما أن يقال إنه جاء بتقرير تلك الشرائع أو بغيرها بغيرهما فإن جاء بتقريرها لم يكن موسى صاحب تلك الشريعة بل كان كالفقيها المقرر لشرع من قبله واليهود لا يرضون بذلك يعني موسى جاء بشريعة جديدة بيقول لك مش الشرائع التي قررها إبراهيم طب ما هي شريعة إبراهيم سميتها صحف فينا ما الذي في الصحف أقوي الأكاذيب ليس أكثر من ذلك هذا دلوقت حلول بيقدمه عالم إسلامي كبير جدا لأنه الورطة أكبر من كده لأنه إله صادق أكاذيب ليس أكثر وإن كان قد جاء بشرع آخر سوى الشرع من تقدمه فقد قال بالنسخ ده النسخ عندك أنت النسخ ده ما بيعرفه الأنبياء فثبت خلاص وكده ثبت أنه لا بد أن يكون دين كل الأنبياء جواز القول بالنسخ واليهود ينكرون ذلك مش ينكرون ده الحقيقة ما في شيء اسمه نسخ ده عندك أنت عشان مش مطابق للي قبلك لكن النبي اللي بيجي يطابق قبله يتكلم بالنسخ ليه أديك بتقع فيها أنت بنفسك أن اليهود ليسوا على ملة إبراهيم جبتها من فين لما إبراهيم أبوهم وناقشوا النسيح في هذا الموضوع إنه إبراهيم أبانا فبطل قول اليهود والنصارى بأن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا فهذا هو المراد من الآية والله أعلم حلوة جدا الله أعلم يبقى دي أول نقطة نحن بنوصل لها إنه إله هذا الكتاب الذي اسمه القرآن إله الجاهل لا يفقه آلف باء في أي شيء نحن اختبرناه فيه أو شايفناه أو بصينا لقنا إله جاهل ركيك في ردوده يعني متهتك في حواره مع الآخرين يصادق الأكاذيب التي تلقى له من اختبارات اليهود يعتقد أنها حقيقة بذل ما يقول لهم هذا الكلام غلط ليس له وجود في توراتكم ولا في إنجيلكم ده لو في أساس الناس عايزة تحاور ده ناس كان يلقوا أكاذيب قدامه دي كانت الجزء الأول من الاختبارات التي ألقاها وإزاي استادوه يعني اليهود استادوا إله القرآن بما ألقوا له من أكاذيب وبكلام هايف يعني مش كلام حتى حتى لا يعقب ما فيش حد يعني حتى المسلم نفسه النهاردة لو جبته ناقشته في الموضوع يعني أعتقد أنه لازم يكون فاهم لازم يكون فاهم وأنا بقدم سؤال كيف إبراهيم مسلم بس جاوبونا هتطلع في النهاية بإسلام آخر لا فيه رمضان ولا فيه الشهادتين ولا فيه الخمس صلوات لا ولا فيه أشياء أنا مش هعدد ليس في إيمان إبراهيم ما هو موجود في الإسلام فأي إسلام هل من أسلم وجهه لله طيب ما ما كل الأديان هي بيقولك سلم وجهك لله كل الأديان فهل بهذا المنطوق هو مسلم عشان أسلم وجهه لله يبقى عنديكم أكثر من إسلام لو قلتم هذا الكلام يبقى عنديكم كارثة لأن إسلامكم اللي هو جاء به رسولكم محمد هو ليس فقط أنك تسلم وجهك لله ده للإله الحقيقي طبعا لا ده بعيد عن الموضوع ده علمك إزاي تكون مشرك وتشرك محمد بإلهك هذا الأمر لا يوجود له لا في اليهودية باعتبار أنها دين ولا في المسيحية لا وجود للوثنية في المسيحية أنك تطوف حوالين كعبة حجر أصن اسم الكعبة وتقبل حجر أسود دي وثنية وترجم بحجر وتقبل حجر وتطوف حول حجر ليس هناك وسنية أكثر من ذلك وتمسح يدك بحجر ليغفر لك خطاياك يحط الخطايا حطا ما الوسني كده هو أنت فرقت إيه من الوسني فالإسلام وسنية وإشراك بامتياز بس أنت مش عاوز تبص مش عايز تأخذ بالك دي كانت الجزئية الأولى أدخل للجزئية الثانية وهي أطول تفضل هذا هو العنوان قريب من العنوان الأول يعقوب إسرائيل يوصل الأصباط باتباع اليهودية تخيلي يعني دي أكذوبة جاء اليهود يناقش محمد فرحوا أراموله الكزبة على طول جبرو أو جبريل في قول آخر على طول جبله إيه الحل جبله الحل بيرد عليه يعني جبله رد على على الأكذوبة مصدق مصدق على أساس إن مش مصدق يعني أي كلامكم صح لكن مصدق إنه متجاوب بيناقش الفكرة بيناقش الفكرة بدل ما كأنها حقيقة فهو مصدق للفكرة على أساس أنها حقيقة موجودة يناقشها مش إنه هم مش كشفلوا إنه لا دول بيختبروك جابوا لك معلومة غلط قل لهم المعلومة دي غلط يعني زي المسأل اللي أنت قدمت الحلقة اللي فاتت الشمس أيوة قالوا له موسى إله موسى جاء طلع له الشمس من الغرب فهم صدقوا نعم ده المسأل اللي هو مش موجود نعم ما يكون لها غير حقيقية صحيح طيب في هذا العنوان يعقوب إسرائيل يوصل أصباط باتباع اليهودية اليهودية يعني الديانة اليهودية اللي أصلا ما في شيء اسمه كان يهودية زي ما ذكرت مش شوية مش عايد نعم على الأقل عندنا هنا عدة مشاكل ستة مشاكل في هذا الأمر طيب خليك معي كده عزيزي المشاهد واحد ادعاء نزول نص مناسبة الحوار مع اليهود نكبر الشاشة شوية اتنين النص القرآني لم يجيب على سؤال الحوار تلاتة محمد يحلل لنفسه ما يحرم على أهل النبوة أهل الكتاب أربعة أسباب نزول القرآن والنص القرآني ما أخوز الاثنين أسباب النزول والنص القرآني ما أخوز من أساطير اليهود خمسة وضع محمد لهذه الأساطير في قرآنه وضع محمد في قرآنه ستة جهل كاتب القرآن بالوحي المقدس بالكتاب المقدس ناخد الجزئية الأولى ادعاء نزول نص مناسبة الحوار مع اليهود وأذهب مباشرة لأسباب النزول للواحد النسابوري نزلت في اليهود وحقول إيه هو النزل في اليهود ده لو في حاجة أصلا بتنزل حين قالوا للنبي ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية طبعا عندي كذبة ما فيش بعد كده المفروض إيه على واحد بيدعي أنه هو إله دقا يقولهم لا الكلام ده مش موجود أين أين هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين هاتوا التوراة ووروني في التوراة أنه يعقوب لما مات أوصاكم باليهودية لا غير كده تاريخيا هو أصلا كان في يهودية لا هو ما عمل كده هو على طول بنشوف نص قرآني يعني لم يجيب على سؤال الحوار نعم ودي ده اسباب النزول البقرة أم كنتم شهداء أنتوا كنتوا قاعدين شهدتوا إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد ونحن له مسلمون يبقى أنتوا كذابين لا أنتوا ما كنتوا شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي يعني أنتوا ما كنتوا شهداء لأن يعقوب لما جاء موت سأل تعبد أي من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك طيب ده ببساطة كان مفروض يكون الرد فين قال لكم أنتوا أوصاكم باليهودية لا لهو تفاعل مع الكزبة وأنا سأقول لك كمان جاء الكلام من هذا الكلام أيضا هو رد به هو أيضا ليس بتاعه هو برضو بتاع اليهود وده سأتي به لاحقا لكن هنا سنتقل لمشكلة رقم اثنين وهي النص القرآن لم يجيب على سؤال الحوار فأنا لو شفت هنا أسباب النزول نزلت في اليهود حين قالوا للنبي ألس تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية هو رد عليهم قال لهم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت طب هم ما كانوا شهداء ما في حد كان قاعد موجود إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي طب أنت كنت شاهد أنت كنت شاهد موجود في هذا النص كان يجب أن يقول إله محمد لمحمد وهو أصلا كان في يهودية صحيح صحيح يعني بصي الكذبة الكبيرة أنهم أوصاهم باليهودية بعيد عن كل النصوص التوراتية اللي هو أصلا ما عارف صحيح كان يجب أن يفهم أنه أصلا ما كان في حاجة اسمه يهودية وإلا أنت على أي أساس بتقول ما تحاجون في إبراهيم ما كان يهوديا هو ما كان نصرانيا صحيح مفروض أنه عارف أنت إذا هنا بتقول اليهودية جاءت بعدين هو في فكره أن اليهودية ذي اللي جاب يا موسى الكلمة وهي أصلا اليهودية داعرق اليهود سبط يهوزة شرحناها في الحلقة السابقة ارجعوا لها طيب ما كان هناك يهودية أصلا هل إله الإسلام رد كلام اليهود ولا هو جاراهم هو جاراهم كان مفروض ببساطة يقولهم فين اليهودية صحيح المصيبة من قال لكم أنه كان في يهودية أصلا لا مفروض كان يكون كذا ما في يهودية ضحكوا عليه على إله الذي يدعي أنه أرسله فإدعى أن هناك القرآن على أساس أن ما قالوه حقيقة فهو بيرد عليهم هكرر كان يجب أن يكون جوابك كيف يوصيكم باليهودية ولم تكن هناك يهودية لا على المستوى الديني ولا على المستوى العرقي يعني التاريخ التاريخ هكذا كان يخرسهم إزاي أصلا ما في يهودية بس كلمة واحدة صحيح هو كان في يهودية أصلا صحيح يكونوا مسلمين يعني ولا يكونوا مسيحيين طبعا سيقول لهم خلكم في اليهودية هذا باعتبار الكذب يعني أصلا لا يوجد شيء اسمه يهودية المطلوب يوصيهم بإيه يعني يا إله محمد يعني شوف السقطة تلوى الأخرى طبعا أنت عايز يوصيهم بإيه مش أنت بتقول ده دين وده رجل يهودي يعقب طيب إزاي ما يوصي أولاده بدينه ده أصلا لو بالفكر الإسلامي قضية غير كده تماما أذهب إلى المشكلة الثالثة وهي محمد يحلل لنفسه ما يحرمه على أهل النبوة أهل الكتاب إزاي بقى بحرم بحلل لنفسه طيب هو الحتة اللي حطها كحجة حواره أنكم أنتم ما كنتم موجودين نعم طيب أنت ما كنت موجود طيب بس أنا نبي طيب هم عندهم أنبياء وعندهم وحي أنت ليه بتدعي نفسك الحق أنك أنت نبي وبالتالي عندك معرفة وهم عنديهم توراة وعندهم أنبياء هذا عدد الأنبياء وما عايزهم يكون عنديهم المعلومة طبعا الخاطئة هي مش معلومة هي كذبوا عليه فلماذا أبوهم يعقوب نعم أبوهم يعقوب دي المشكلة الثالثة يحرم على اليهود ويحلل لنفسه هنا هرجع للنص القرآني أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي هنحط النص ذا عليك أنت وإنت كنت شهيد أو شاهد إذ حضر يعقوب الموت وقال وسأل بنيه والإجابة نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون نحن له مسلمون شوفي هو لم يكن حاضر وخلى النزل المسلمين بقدرة قادر ليس اليهودية مع أن الأوقع إن كان هناك يهودية هيكون يهود يتبعوا أبوهم يعقوب صحيح فلا أنت ما يهود أنت مسلمين عقلك يا مسلم ارحم نفسك من هذا الإله هذا إله جاهل معتوه كل كلامه متداخل مع بعضه البعض ارحم نفسك أنك تدين بهكذا إله ده يوديك جهنم على طول لا تصدقه ناقش هذا الكلام مع إلهك شيء الغريب أنه محمد بنى حجته وسط الوسنيين اللي كانوا في جزيرة العرب طبعا أهل الكتاب عرفوا رفضوه نعم لكن اللي هم يعني قيل أنهم قبلوا طبعا بعد ما رفع سيفه عليهم بنى حجته يعني أنه ما كنت موجود أنا نفس الحجة هي بتاعة اليهود شوفي أنتوا ما كنتوا موجودين فبالتالي أنتوا ما بتعرفوا طيب أنت يا محمد ما كنت موجود وبالتالي مفروض ما تعرف شوفي بقى في سورة آل عمران ده مع المقاربة يعني عشان أتقرب لك الفكرة يا مسلم في آل عمران 44 عن مريم ابنة عمران مش مريم العزراء بتاعتنا ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك يا محمد إذ دليل بقى إنه وحي إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفلوا مريم إذ يختصمون بكل كلام أنت ما كنت عارف ما كنت لديهم لا شفتهم بيلقوا أقلامهم من يكفل مريم ولا شفتهم وهم بيختصمون أنا أوحي إليك هذا الكلام معنا قصة منحولة موجودة في شبه جزيرة العرب بيحكيها الناس وعايز الناس تصدقوا أنه عشان كده كانوا بيقولوا له دي أساطير الأولين سمعناه قبل كده لا أنا بيجيب شيء جديد ما كنت لديهم وإحنا عملنا حلقة كبيرة عن ما كنت لديهم حجة نبوة محمد يريد الناس ترجع لها الأفضح من كده وأنا أعني هذه الكلمة تماما الأفضح بقى سورة يوسف اليهود بيحكوها وذا يوسف بتاعهم وذا واحد من الأصباط والأصباط راحوا لمصر وخروج موسى بشعب إسرائيل من أرض مصر طبعا يوسف اللي هو جابهم لمصر فيوسف الحكاية بتاعته بيعرفها الطفل اليهودي صحيح غلص صحيح جاء خذا وحط فيها وشوها حطها في قرآنه يجي في ختام القرآن يقول إيه ختام سورة يونس يوسف عفوا كلام عجب سورة يوسف 102 يقول له ذلك من أنباء الغيب غيب إيه نوحيه إليك وبعدين وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون اللي هو إخوة يوسف وغيره ده كلام فاضح لأنه دي مش أنباء غيب دي قصة معروفة ومشهورة قصة يوسف معروفة في مصر ومعروفة لليهود لبن إسرائيل في جزيرة العرب الطفل اليهودي الصغير بعرفة فإزاي إله محمد يكذب ويقول على لسان محمد أيضا وهو يكذب أنه دي من أنباء الغيب أنت ما كنت معهم هم بيتآمروا ولا يمكروا يعني حرم على أولاد يعقوب أنه ما كانوا مع يعقوب ولا سمعوا كلامه وحلل لنفسه وهو ما موجود أنه عرف يعقوب قال إيه أنه هو الدليل أنه هو على الحق وهو ما كان موجود هو نفس الدليل أنتوا ما كنتوش بينكروا عليهم بينكروا عليهم ويحللوا لنفسه طيب فعلشان كده الرحمة مطلوبة من هذا الإله ده إله فعلا معته تماما ومحمد بيتعامل مع ناس يعني أولا رافع السيف عليهم وبعد كده معرفتهم بالأنبياء وغيره صفر صحيح كانوا بيعرفوا إيه صحيح لكن لما يجي واجه اليهود يلعبوا به كده يلعبوا به وفعلاً لعبوا به وهم اللي ألفوا هذا القرآن يرموا الأجزوبة ينزل القرآن نعم يضحكوا هيعملوا إيه؟ نأتي إلى أسباب نزول وهي أربعة محمد يحلل لنفسه ما يحرم على أهل الكتاب أسباب نزول القرآن والنص القرآني مأخوز من أساطير اليهود من أكاذيبهم نرجع للنص القرآني أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون نروح للجلالين ولما قال اليهود للنبي ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية اللي ما كانت موجودة أصلا نعم نزل أم كنتم شهداء حضورا يعني إذ حضر يعقوب الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعدي بعد موتي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له يعني النقطة مسلمون أي لم تحضروه وقت موته فكيف تنسبونا إليه ما لا يليق به أنتوا بتنسبوا لي ما لا يليق به طب هي اليهودية إذا كانت دين أو إذا كانت عرق أي مشكلتها وكأنها تهمة إذا كانت عرق الكلام هنا ما حيستقيم لأنه طبيعيا هما ينتموا لعرق أبيهم يعقوب لكن أوصاهم باليهودية العرق لا ما بتوصي ولدك بأنت تركيا بتقول له خليك تركيا مصري خليك مصري سعودي خليك سعودي ما بتجي لأنه ده شيء طبيعي مع الإنسان بيولد يحمل عرق أبيه وأمه لكن هي هنا باليهودية المقصود بها الديانة طيب وأصلا ما كان فيها شيء اسمه ديانة هي ما كانش فيه بس هو ما لا يليق يعني أنا لفتت انتباهي كنت ما لا يليق به بتنسبو له ما لا يليق طيب إذا كان أطلق على اليهودية أن هي ديانة الديانة دي كتابها المقدس العهد القديم كله كتب موسى والأنبياء التوراة ايه المشكلة اللي شايفها الجلالين أو اللي شايفينها الجلالين انه ده ما لا يليق بيعقوب أعتقد هم هنا يقصدوا انه يعني دي كذبة انتوا بتجذبوا فلا يليق انكم تنسبوا هذه الأجذوبة إلى يعقوب أبيكم فده هو المقصود بما لا يليق طيب لكن في النهاية هو مش محتاج لكل الكلام ده هي كلمة واحدة هو كان في يهودية صحيح صحيح ما هو هي دي الإجابة المفروضة يعني ده لو إله بقى صحيح لكن رسول الإسلام غلبان ما يعرف ألف بقى صحيح فبيدعي كلام وبيألف قرآن من أكاذيب اليهود نعم وأساطيرهم وما هي إلا أساطير الأولين فوق يا مسلم لو سمحت حياتك الأبدية أغلى بكثير من يعني انك تضيع مع هذا الإله أو رسول الإسلام حياتك أغلى ما حتلوم إلا نفسك كنت بتسمعني شيخ أو مسلم عادي راجع نفسك لأن حياتك الأبدية أغلى من أنك أنت تتشدد وتتكبر وتتمسك بكلام أنت شايف قدامك كله ما لخبط يعني كله ما فيش استقامة فيه الشيعة تبرصي خاطب سبحانه أهل الكتاب فقال أم كنتم شهداء أي ما كنتم حضورا إذ حضر يعقوب الموت وما كنتم حضورا إذ قال يعقوب لبنيه ما تعبدون من بعد اللون الأخضر هو القرآن ومعناه أنكم لم تحضروا ذلك فلا تدعوا على أنبيائي ورسلي الأباطيل هذه اللي قلت لك على بأن تنسبوهم إلى اليهودية والنصرانية هنا بقى بغير كلامه فإني ما بعثتهم إلا بالحنيفية يعني شيء عجيب جدا أنه يعقوب كان حنيفي وأولاده طلعوا يهود بجد برضو يعني تشوفيا كده إزاي الإسلام ده يعني لعبة كبيرة جدا أولا يعقوب يهودي حنيفي بس أولاده ما عرفوا الحنيفية تاهوا بقى مع موسى وأدام موسى شيء آخر غير الحنيف فموسى ليس حنيفة معنوا الأصباط عندهم وحي هي الحنيفية ده بعرفوه أنه ما شرك ده التعريف بتاعهم الأساسي للحنيفية أنه ما مشرك طيب هو يعقوب ده ما مشرك وبعد كده موسى كان مشرك يعني ما جاء بالحنيفية ما بتقدري يعرفها تسأل ألف سؤال صحيح وكلها سئلة منطقية يعني أمر مضحك يعني الأصباط كانوا بيعبدوا الأصنام مثلا لما هم ما جاءوا ما كان عندهم يعقوب كان حنيفي طب الأصباط ما عندهم الحنيفية كانوا عباد أصنام لأن الأصباط حضروا موت يعقوب ده الكتاب المقدس الرائع وحنيجي ليه وبعد شوية إنه محمد ما بيعرفه فهل مش عارفين الفرق بين الأصنام وإله أبيهم خلينا أكمل مع التبرسي وذلك أن اليهود قالوا إن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية فرد الله تعالى عليهم قولهم إنما قال ما تعبدون ولم يقل من تعبدون شوف الفكاكة بقى بتاعة التبرسي لأن الناس كانوا يعبدون الأصنام فقال أي الأشياء تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق يعني هنا بيقول مش قال لهم من قال لهم ما فما تشير إلى شيء إلى صنم لكن من إلى عاقل ده إنت إلهك كل اسم شيء في القرآن يا تبرسي ويا مسلمين ليس كمثله شيء جاي تفسر هذا النص على أساس أن ما تعبدون تشير للأصنام ليس كمثله شيء نعم طيب فين ليس كمثله شيء يعني إلهك يقارن حتى بالأشياء ليس كمثله شيء عايزة انتقل لأساطير اليهود لو ما عندك وإي الخدعة اللي بيخدحها يعني يعقوب لبنيه ما تعبدون من بعدي يعني أي الأصنام هتعبدوها من بعدي أو هتعبدوا أي من بعدي على رأي يخدحهم يعني بيسألهم هتعبدوا أي من بعدي ما تعبدون من بعدي ما تعبدون إن شاء الله ستعبدوا عشتاروث أو الآلهة المصريين ستعبدوا كل كلام عارفة ناتج من أجزوبة القرآن الأجزوبة فده ناتج منها سيجيبه من فين أصلا العلماء الإسلام يعني هم ليس ما عندهم منطق منطقهم خضع لمنطق القرآن فهو ما عنده سند يعني ما عنده عزوة ما عنده حاجة يعتمد عليها اللي عنده هو ده المتهتك فهيجيب من فين هيحاول يلصن فيه هو كده تتجي الأخطاء أساطير اليهود جزء 2 صفحة 138 128-129 وإحنا وريناكم كتاب اليهود أكثر من مرة تحت عنوان بركة القبائل الإثنتي عشرة هذه الصفحات استدعى يعقوب بنيه توجس يعقوب خيفة ألا يكون بنوه أطقياء بما يكفي لأن يباح لهم بسر الوحي المتعلق بعصر المسيح وقال لهم لقد كان إسماعيل وأبناء قطورا هم الندبة في زرية جد إبراهيم يعني الندبة يعني البطحة يعني الحاجة الوحشة كان إسماعيل حاجة وحشة وأبناء قطورا اللي هي الزوجة الثالثة التي تزوجها إبراهيم بعد موت سارة هم الندبة الحتة المشحلوة النقطة السوداء في زرية جد إبراهيم وأنتج أبي إسحاق الندبة هو عيسو وكمان أبونا إسحاق خلف عيسو اللي هو أخو من التوأم أخو يعقوب نعم فهو أخشى الآن أنه من بينكم من يضمر في نفسه النية لعبادة الأصناع جينا هنا بقى للقرآن شفت أساطير اليهود ما تعبدون من بعد ما تعبدون من بعد الأجزوبة أخذها من لسانهم عمل بها قرآن والإجابة أخذها من لسانهم عمل بها إيه؟ حجة حجة وإجابة فأجابه الرجال للإثن عشر قائلين فلتسمع يا إسرائيل يا أبانا إن الرب الأبدي إلهنا هو الإله الواحد الذي لا إله غيره وكما أن قلبك منعقد على وحدانية القدوس تبارك اسمه فن قلوبنا منعقد هي الأخرى على وحدانيته أخذ حتة تاني من أساطير اليهود وأرجع للمقارنة كتاب أساطير اليهود الجزء الثاني بقى المرة دي صفحة 134 تحت عنوان موت يعقوب بعدما بارك يعقوب أبنائه كلا على حدة وصاهم بأن لا يقعوا في خطيئة عبادة الأصنام أي كان شكلها أو هيئتها وأن لا ينطقوا بالكفر يبقى إذن هنا محمد بنى قرآن السؤال والإجابة السؤال من أجزوبة طرحها اليهود والإجابة من أساطير اليهود من حكاياهم برضو يعني هو كان سامع الحكاية يعني كان سامع وصية يعقوب لأولاده من اليهود من اليهود من أكاذيبهم سماها وخلاص وراكزة في دماؤه لما جو بيدولوا كذبة راح طلع لهم الزخيرة اللي عندهم الزخيرة اللي هي كذبة أكاذيب بقى فهو ما يعرف لا ده خطير صراحة جدا حمد خطير ما بيعرف يعمل إيه فنأتي إلى الرقم خمسة كيف أخذ هذه الأكاذيب وضع بقى إيه في قرآنه رقم خمسة وضع محمد هذه الأساطير في قرآنه ودي المشكلة الخامسة تعال قارن لك بين كاتب القرآن كاتب قرآن البقرة 133 إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون أساطير اليهود اللي احنا جبناه أهي وأخشى من من يضمر في نفسه النية لعبادة الأصنام أهو ما تعبدون من بعدي طيب بعد كذا فأجابه الرجال الاثنى عشر هنا قالوا دول أولاده اسمع يا إسرائيل يا أبانا إن الرب الأبدي إلهنا الواحد إله واحد أهو هنا نعم وحدانية القدوس قلوبنا منعقدة هي الأخرى على وحدانية القدوس يبقى إذن رسول الإسلام السؤال أصلا هو أجزوبة والإجابة من فين من أساطير اليهود وبعد كذا هم فاكرين ده دين وده أسباب نزول بقى ووحي جبرائيل كل كلام كذب أنا عايز أقول لي محمد ينطبق عليك ما قلته كذبا على اليهود فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم للبقرة 79 ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون كتب محمد قرآنه ولم لم من هنا ومن هنا وبالتالي يسقط هذا الأمر على غيره إذا كان من الناس في جزيرة العرب أو غيرهم أوصل هنا لي رقم 6 جاه لكاتب القرآن بالكتاب المقدس ودي لازم أكون فيها سريع لأن شوية كثيرة اتفضل الوحي المقدس دي المشكلة السادسة ما عنده أي فكرة عن الوحي لو عنده فكرة عن التوراة كان على الفور يقولهم لا في موت يعقوب ما كان الأمر كده وصاح الأصباط كانوا موجودين لكنهم ما عنده فكرة هو ما عنده فكرة عن التوراة لكنه عنده فكرة عن الأساطير اللي هو فاكر وهي التوراة أيه وهو فاكر هذه التوراة وفاكرة هذه الصح لكن ما عنده فكرة عن الحقيقة الحق الوحي المقدس نعم تكوين 49 هنا ودعا يعقوب بنيه وقال يعقوب هو قبل أن ينتقل من هذا العالم اجتمعوا لأنبيئكم دي نبوة مش كان بيتكلم أي كلام بركة يعقوب هنا فيها مفهوم النبوة بما يصيبكم في آخر الأيام يبقى إذا هنا يعقوب هو يبارك بركة فيها النبوة عن كل صبت من الأصباط واجتمعوا واسمعوا يا بني يعقوب واصغوا إلى إسرائيل أبيكم أنا ليه هنا جايب ده لازم أوري الفكرة طيب تفضل البركة اللي قالها هنا يعقوب هي اللي تحققت يعني مما يؤكد أن ما قاله يعقوب هو ده نبوة هو ده نعم مش كلامه هو اللي جاي محمد أخذ من أكاذيب اليهود نعم لأنه من أكاذيب اليهود ما لها أي واقع لكن ده اللي قاله يعقوب هو اللي تحقق في الأصباط تخيلي طيب وأنا هنا طبعا صعب أأخذ كل الأصباط لكن حأخذ يعني ثلاث أصباط كأمثلة لأنه يعني الوقت مش حيساعدنا مثلا حينما جاء إلى شمعون ولاوي قال شمعون ولاوي أخوان ألا تظل من سيوفهما في مجلسهما لا تدخل نفسي بمجمعهما لا تتحد كرامتي لأنهما في غضبهما قتلا إنسانا وفي رضاهما عرقبا ثورا ثم يقول ملعون غضبهما فإنه شديد وصخطهما فإنه قاسي النبوة بقى أقسمهما في عقوب وأفرقهما في إسرائيل دعا من عن شمعون ولاوي نعم ها تخيل هذه النبوة التي قالها وبارك بها أولاده حصلت تماما مع شمعون ولاوي حينما دخلوا أرض الموعد لم يكن لشمعون قسم خاص به دعنا أوريك الخريطة هذه هي خريطة تقسيم أرض الموعد لو بصت كده معايا دعنا نشوف كبرلك كده أكثر هذا هو شمعون كان في حدود سبط يهوزة الكبير لم يأخذ مكانا خاصا به اسمه سبط شمعون بأول جزئية خاصة بمن بشمعون طب لاوي لاوي لما قسموا الأرض أدوا لاوي مكان أدوا مكان سبط أبدا ما قاله يعقوب في قبل موته تماما هو الذي حصل أثبت لك من كتابنا العظيم الكتاب المقدس سفر التسنيع عشرة في ذلك الوقت أفرز الرب سبط لاوي ليحمل تابوت عهد الرب لكي يقف أمام الرب ليخدموه ويبارك اسمه إلى هذا اليوم ويبارك باسمه ولأجل ذلك لم يكن للاوي قسم ولا نصيب مع إخوته الرب هو نصيبه كما كلمه الرب إلهك كما كلمه الرب إلهك يبدأ قسمة لاوي كانت من السيد الرب تسني اتناشر تسعة وعشرة لأنكم لم تدخلوا حتى الآن إلى المقر والنصيب الذين يعطيكم الرب إلهكم فمتى عبرتم الأردن وسكنتم الأرض التي يقسمها الرب إلهكم واراحكم من جميع أعدائكم الذين حواليكم وسكنتم آمنين وتفرحون أمام الرب إلهكم أنتم وبنوكم وبناتكم وعبيدكم وإماءكم اسمع الكلام واللاوي الذي في أبوابكم لأنه ليس له قسم ولا نصيب معكم يشوع 14 دخل يشوع أرض الموعد وقسم أرض الموعد يشوع 14 لأن بني يوسف كانوا سبتين منسوا أفرايم ولم يعطوا اللاويين قسما في الأرض إلا مدنا للسكن للسكن ومسارح لمواشيهم ومقتناهم وفي يشوع 13 عفوا 32 و33 فبهذه هي فهذه هي التي قسمها موسى وأما صبت لاوي فلم يعطه موسى نصيبا الرب إلهه إله إسرائيل هو نصيبهم كما كلمهم ثم يعني هنا لذلك شفنا صبت شمعون ولاوي ما قاله يعقوب بلسانه هذه نبوة هذا وحي هذه بركة فيها مفهوم النبوة طبق على شمعون وعلى لاوي يبقى ما قيل في احتضار يعقوب في التوراة هو الصح لأنه حصل صحيح أنت أي كلامك صحيح جاي تقول أي كلام في أي أكاذيب أنتقل إلى صبت آخر هو صبت يهوزة اللي جمع منه تسمية اليهود أصلا صبت يهوزة هذا صبت كبير كان هو يعني الساكن في الدولة الجنوبية عاصمتها أرشلي يقول ده يعقوب في البركة يهوزة إياك يحمد إخوتك إخوتك يحمدوك يسبحوك يدك على قفى أعدائك يسجد لك بنو أبيك يعني أنت اللي حيحمدوك واللي حيسجد ليك ده مين ده يهوزة خلي بالك عزيز المشاهد هذا الكلام قيل في وجود يوسف يوسف اللي كان يعني شبه ملك على أرض مصر وملك على أخواته وإخوته وسجدوا لي إخوته يأتي هنا الوحي ليقول ليس أنت يا يوسف الذي سيأتي منك المسيح وليس في صلبك المسيح وإنما المسيح في صلب يهوزة المسيح الذي يحمد ويسبح ويسجد له فأعطي النبوء في يهوزة أنبئكم بما يصيبكم في آخر الأيام نبوة بركة أعطيت ليهوزة قيلت في وجود يوسف ده لو كلام أبي جامي الأولاد كل الكلام ده يروح ليوسف صحيح لا يذهب إلى يهوزة من هو يهوزة في هذا الوقت هو واحد من أخوانه لكن النبوة تعل على كل شيء ده الوحي المقدس يا ناس ثم يقول هنا لا يزل قضيب من يهوزة ومشترع من بين رجله حتى يأتي الشيلو الذي له وله يكون خضوع شعوب شعوب كثيرة تسجد له ثم يأتي في أخبار الأيام الأول الأصحاح الخامس ويتكلم وبن راء بين بكر إسرائيل لأنه هو البكر ولأجل تدنيسه فراش أبيه أعطيت بكوريته بكوريته لبني يوسف ابن إسرائيل فلم ينسب بكرا له راء بين الكبير ثم يأتي ويقول عن يهوزة لأن يهوزة اعتز على إخوته ومنه الرئيس المسيح أما البكورية فليوسف فهنا البكورية ليوسف بمعنى النصيب المضاعف لأن البكورية ليتلت بركات النصيب المضاعف الكهنوت والرئاسة نعم فهنا كل من هو بكر في جزء يمكن أن يسمى البكوريالي نعم ما كان راءه بين يقود الأصباط اللي هو البكر لا كان يقود الأصباط يهوزة يبقى ما قاله يعقب بروح النبوة اتحقق في صبت يهوزة يبقى ذا الكلام الصح ذا التوراة ذا الوحي المقدس ذا كلمة الله نعم نعم قال بالنسبة بالنسبة إلى يوسف وليس أختصر لأنها طويلة يوسف أغصن شجرة مثمرة أغصن شجرة مثمرة على عين أغصان قد ارتفعت فوق حائط فمررته ورمته واتهدته أرباب السهام ولكن ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه من يدي عزيز عقوب من هناك من الراعي صخر إسرائيل كلمة عن إله من إله أبيك الذي يعينك ومن القادر على كل شيء الذي يباركك تأتي بركات السماء من فوق وبركات الغمر الرابض تحت بركات الثديين والرحم بركات أبيك فاقت على بركات أبوية إلى منية الأكام الدهرية تكون على رأس يوسف وعلى قمة نذير إخوته لماذا حسب هنا يوسف نذير إخوته وهي البكورية معلومة حتى للأحباء المسيحيين اللي بيحبوا يعني يدرسوا أكتر في الكتاب المقدس في العهد القديم كل ابن من أبناء يعقوب خد البكورية يمكن أن يطلق عليه اسم نذير أو رأس أو رئيس ويعرف هو رئيس أو رأس في إيه يعني زي ما شفنا الرئيس يهوزة لأنه منه الرئيس نعم هنا نذير إخوته لأنه دخل بسبتين دخل بأولاده الاثنين ده كلام قاله يعقوب وهو يبارك نعم ده الكلام اللي حصل لما دخلوا أرض الموعد قسموا لأولاد يوسف سبتين مع أنه هو سبت واحد نعم وحقول ليه ده حصل لأن وحي المقدس وحي المقدس في كتابنا العظيم أشار إلى كل هذه التفاصيل بداية أحب أذكر لقاء يعقوب مع يوسف قبل البركة جهز الوحي المقدس هذا الأمر لنفهمه جليا فيما بعد ليس يجعلنا تيهين في تكوين 48.5 لما تقابل يوسف مع يعقوب يعقوب يقول لي يوسف ابنه والآن ابناك المولودان لك في أرض مصر قبل ما أتيتوا إليك قبل ما أجي لك عندك ولدين تولدوا هما لي أفرائم ومنسة كرأوا بين وشمعون وشمعون يكونون لي يعني إيه يعني مش حيتسمى أفرائم ابن يوسف حيتسمى أفرائم ابن يعقوب ده توعي أنا نعم دول يحسبوا مع الأصباط طب تحسبوا مع الأصباط نعم هل جوبن إسرائيل بعد كده قالوا لا 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 أنت أولاد يوسف تحسبوا صبتوا واحد صبتوا واحد ما حصلش ده كانوا تقسيمهم في البرية أربعين سنة يخضعوا للتقسيم اللي حطوا بعقوب هنا لأنهما صبتين حصل نعم حصل يبقى ده وحي يبقى ده الحقيقة لأنه الحقيقة التي نطق بها يعقوب كان ابوه حصلت يبقى دهو الصح مش كلام محمد رسول الإسلام مش كلام إله القرآن الذي هو كاذب بامتياز يعني يبقى إذن أولادك المولودين لك في مصر قبل ما أنا جيك قبل ما جيتك نعم دول يحسبوا لي دول ولادي أنا حيسموا بإسمي دول حيدخلوا ضمن الأصباط زير أوبين وشمعون وده حصل ثم يكمل فلما رأى يوسف أن أباه وضع يده اليمن على رأس أفراهيم ساء ذلك في عينيه فأمسك بيد أبيه لينقلها عن رأس أفراهيم إلى رأس منسة لما جاي عقوب يبارك يوسف حط ابن الكبير منسة على يمين أبوه دي يميني أنا دي الوقت حط منسة هنا وحط أفراهيم هنا عشان لم يجي بارك يباركم كذا فالكبير يأخذ البكورية يأخذ البركة فرحي عقوب حينما جاء يبارك حط اليمين على أفراهيم وحط إيدو الشمال على منسة ليأخذ البركة من أفراهيم ساء هذا الأمر في عين يوسف لأنه عارف أنه دي البكر فهو افتكر أبوه مع الشيخوخة مشواخد باله وقال يوسف لأبيه ليس هكذا يا أبي لأن هذا هو البكر ضع يمينك على رأسه شوف يوسف سنوات مصر ما أسرت فيه لسه عارف البكورية والبركة فأبى أبوه وقال علمت يا ابني علمت هو أيضا يكون شعبا وهو أيضا يصير كبيرا ولكن أخاه الصغير يكون أكبر منه ونسله يكون جمهور من الأمم وباركهما في ذلك اليوم قائلا بك يبارك يبارك إسرائيل قائلا يجعلك يجعلك الله كأفرايم وكمنسة فقدم أفرايم على منسة وقال إسرائيل ليوسف ده حشوفه بعد شوية بس خليني هنا أتكلم شوية يبقى هو حق بعناية يأيده على أفرايم لأنه دي نبوه مش واحد بيقول أي كلام نعم هو عارف أنه في مستقبل الأيام أفرايم هو الذي سيكون الكبير لأحباء المسيحين ربما تقرأ في الكتاب المقدس دائما اسم أفرايم وتعتقد أنه الكلام يخص سبت أفرايم لا عزيزي الكلام يخص كل إسرائيل خاصة إسرائيل الشمالي لأنه أفرايم أصبح يعبر عن إسرائيل لأنه نزير إخوته فبالتالي هو البكر الذي أخذ النصيب المضاعف ففي مرات عديدة جدا نذكر اسم أفرايم لا ليشير إلى الصبت وإنما ليشير إلى كل إسرائيل دا مفتاح خليه عندك لأنه أحيانا يقرأ في الكتاب المقدس ويعتقد أنه الكلام خاص بسبت أفرايم صحيح لا الكلام في مرات كثيرة جدا حسب السياق أنت هتعرف يشير إلى كل إسرائيل وليس إلى سبت أفرايم دا من فين جه ليه اليهود يقبلوا كلام زي كذا ليه يقبلوا أنه أفرايم يكون نزير إخوته بكلام عقوب عند احتضاره هذه البركة هذه النبوة هذا هو الوحي وليس رسول الإسلام لا يعرف يمينه من شماله رجل يحتاج إلى خلاص ليته كان ترك عناده وكبرياءه ليؤمن بالحق الإلهي كان يكون وضع أفضل من كده بكثير وحرام عليه كل النفوس اللي أهلك المسلمين عبر التاريخ اللي صدقوا أنه هو نبي وقال إسرائيل ليوسف إسرائيل هنا يعني يعقوب نعم ها أنا أموت ولكن الله سيكون معكم ويردكم إلى أرض أبائكم وأنا قد وهبت لك سهما واحدا فوق إخوتك دا النصيب المضاعف سهما واحدا فوق إخوتك يعني النصيب المضاعف اتنين نعم ودا اللي حصل برضو في أرض الموعد أخذ يوسف اتنين مكانين صبت أفرايم وصبت منسة بل إنه منسة أخذ منسة الغربي ومنسة الشرقي لأنه جزء منه حب يقعد في شرق نهر الأردن قبل دخول أرض الموعد ما هي الوصية الأخيرة لياقوب كلام بسيط جدا هذا هو العنوان بعد البركة دي كلها وصية الأخيرة لياقوب خلينا نشوفه كذا في نفس الأصحاح جميع هؤلاء هم أصباط إسرائيل الاثنى عشر وهذا ما كلمهم به أبوهم وباركهم كل واحد بحسب بركته باركهم وأوصاهم وقال لهم أنا أنضم إلى قومي تفنوني عند آبائي في المغارة التي في حقل عفرون الحثي ثم يقول في المغارة التي في حقل المكفيلة التي أمام ممرى في أرض كنعان التي اشتراها إبراهيم مع الحقل من عفرون الحثي ملك قبر ولما فرغ يعقوب من توصية بنيه ضم رجليه إلى السرير وأسلم الروح وانضم إلى قومه ده الكلام اللي قالوا يعقوب قدام الأصباط وبحضور يوسف نعم لم يجامل يوسف وأعطى الرئاسة إلى يهوزة نعم ولم يكن يهوزة أزيد من إخوته في أي شيء لكن بروح النبوة أن المسيح سيأتي من يهوزة ولو في مجاملة لكان الرئاسة تروح على طول لمن؟ صحيح ليوسف صحيح فإذن لما نشوف دي البركة وتحققت نعم ونشوف الوصية بالمناسبة يوسف أطاع أباه وحملوا يعقوب بعد موته فحنطوه كما للمصريين عادة وذهب به إلى أرض مكفيلة ودفن هناك وهو إلى هذا اليوم في هذا القبر القبر المتنازع عليه بين المسلمين واليهود إلى اليوم مدخل من هنا لليهود ومدخل من هنا للمسلمين أصلاً أصلاً هذا العلاقة بإيه بهذا القبر نعم لا يكون هناك يهودية في الحلقة أنا مش متفاجئة بصراحة إنه هذا الكلام ألقي أكزوبة أمامه تب مش عارف إنه أبونا يعقوب لما مات أوصانا باليهودية إحنا مش عايزين الإسلام بتاعك لا 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 أوصاكم هو كان حنيفي مسلم يبقى أن تخليكم مسلمين أتاري الموضوع ده أساساً السؤال من اليهود وخرافاتهم والإجابة أيضاً أخذها من أساطير اليهود زي ما عملنا المقارنة وديناكوا أرقام الصفحات تماماً يبقى مين الكذاب كذاب اللي جاء في الوحي المقدس ما قاله حصل تماماً كل كل التفاصيل وتفاصيل التفاصيل التي نتق بها يعقوب في بركته لأولاده حصلت مع أصباط بني إسرائيل أنت ما عندك شيء لا تعرف شيء بتدخل في أمور أكبر منك بكثير جداً لأنها أمور نبوة ووحي وأنت الصفر في هذين الأمرين وغيرهما الكثير جداً هو النهاردة كده المفروض الناس اللي عندها تمييز المفروض أنهم يكونوا عرفوا حقيقة محمد يعني محمد أنت بتقول هو ما بيعرف أنا أختلف معاك هو ما بيعرف الحق من الباطل لكن هو بيعرف الباطل كويس اللي هي أساطير اليهود وهو يأخذ منها طبعاً إحنا قدمنا أكثر من عشر حلقات عن أساطير اليهود اللي غزت القرآن حتى إحنا في واحدة من الحلقات سميناها غزوة اليهود صح أو غزوة أساطير اليهود فإذن هو عارف كويس وسامع جداً كل أساطير اليهود وحافظها يعني ما فيش دليل أوضح من كده أنه هو لما رد عليهم رد عليهم بالأساطير بالأساطير بتاعتهم مش رد عليهم بأي حاجة تاني لا بكلام من عنده ولا بوحي ولا بتوراه ولا بأي حاجة هو رد عليهم بالأساطير أنت قلت كلمة فيصل هنا هو لا يعرف الفرق بين الحق والباطل صحيح هذه المشكلة ما هو لو عارف على سبيل المثال موضوع أنه أبانا وصانا باليهودية هو لو يعرف أصلاً على الفور يكشفهم يخرسهم صحيح هو كان في يهودية أصلاً وقت يعقوب ما عارف قالهم لا بالحنيفية هذا مسلم كان فإذن السقطات بتاعت إله القرآن في قرآنه الذي كتب بتأثير يهودي رهيب جداً إن كان بطريقة مباشرة زي ورقة أو بطريقة غير مباشرة زي ما احنا شايفين كده يرمولوا الأكاذيب صحيح يأخذ يرد عليه على أساس أنه وكانها حقيقة مع أنه أنت ممكن تتناولها بأسلوب تخرس فيها هؤلاء إن كنت تعرف ألف بأ في التوراة أو في الكتاب المقدس بصورة عامة زي ما سقط في أمور كثيرة بالنسبة للعقيدة المسيحية ربما آشرنا لها في حلقات سابقة وربما نتناول أجزاء منها في حلقات قادمة بنعمة الرب لكن أنا حابب أقول للأحباء المسلمين اللي هما تابعوا حلقات سابقة أو على كل هذه الحلقتين هاتين الحلقتين دي والسابقة وفي واحدة لاحقة الأسبوع القادم بنعمة الرب حاولوا أنكم تفكروا فيما يقال وراجعوه وشوفوا كيف يمكن لإله عاقل فاهم هكذا يقع في خاخ مجرد ناس يعني لهم أنبياء ولا هم مجرد ناس كان يعتقد رسول الإسلام أن ما يقولونه هذا بقى حق وبالتالي سقط هكذا في حبالهم وفي الشراك اللي هما ألقوها أمامه فكر حياتك الأبدية أغلى من أي شيء لو سماحت المجادلة والكبرياء مش حيوصلك إلا للهلاك الأبدي ناقش اركع وصلي للخالق واسألوا وقلوا للإسلام لو صح سبتني عليه لو خطأ أنا ما عايز أروح جهنم عايز أروح معاك يا رب ما تقول لهش عايز أروح مع محمد أقول له أنا عايز أروح معاك يا رب أين أنت أنا أريد أن أكون معك وسيرشدك الرب ربي بارك شكرا آمين شكرا لك شكرا لكم مشاهدين المسيح بارك حياتكم صلوا لأجلنا كثير زي ما احنا بنصلي لأجلكم وأكيد بنعمة المسيح هنشوفكم في حلقة جديدة ترجمة نانسي قنقر